موسيقى أسعد الله ومساكم بكل خير متابعين ومتابعين طقس العرب في السعودية نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية نهار اليوم سادة أجواء غير مستقرة في المنطقة الشمالية الغربية أجزاء من تابوك الجوف الحدود الشمالية شمال حال وأجزاء بالمرتفعات المدينة المنورة خلال الساعة القادمة يتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار هذه بالتأثير على نفس المناطق أي المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية الشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية من المنطقة الوسطى خلال ساعات هذه الليلة أو الليلة المتأخرة من يوم من ليلة الأربعة على الخميس والصباح الباكر من يوم الخميس تنشأ حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي على سواحل البحر الأحمر نبدأ نشرطنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة وهي استمرار المرتفع الجوي السيبيري ولياني شديدة البرودة وأمطار على السواحل الوسطى من البحر الأحمر نتيجة لبداية تطور حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي سؤال أقمى اصطناعية منطقة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار كميات من الغيوم المتوسطة والركامية فوق المنطقة الشمالية الغربية فوق منطقة تابوك ومنطقة الجوف عملت على هطول زخات رعدية من الأمطار في هذه المناطق سرعان ما تحركت هذه الغيوم لتشمل الحدود الشمالية وشمال حائل وأجزاء من المدينة المنورة خلال ساعات أهل مساء نهار اليوم وخلال الليلة القادمة أيضا يتوقع أن تستمر تأثيرات هذه الغيوم ناظب الأنوية من خرارة توضيع الأمطار المتوقعة من يوم الأربعة وحتى يوم الجمعة حيث تتأثر المنطقة الشمالية الغربية بحالة من عدم استقرار جوي تعطو زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات نهار اليوم الأربعاء فوق منطقة تابوك أجزاء من الجوف والمدينة المنورة ثم تدريجيا تبدأ حالة من عدم استقرار جوي تنجأ هنا في وسط البحر الأحمر نتيجة الاقتراب كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية من شمال المملكة أثناء عبورها باتجاه العراق شرقا ستعمل هذه على تطور حالة من عدم استقرار جوي في هذه المناطق تعطو زخات رعدية من الأمطار على عموم السواحل الوسطى من البحر الأحمر تشمل فرصتها مدينة جدة وأيضا مرتفعة مكة المكرمة مرتفعة الطائف والمدينة المنورة وعموم المنطقة الجنوبية الغربية بالتزامن مع استمرار حالة من عدم استقرار جوي في المنطقة الشمالية الشرقية فوق حفر الباطن وأجزاء من القصيم وأجزاء من الشرقية على أن تصل تأثيرات هذه الحالة من عدم استقرار جوي نحو الرياض خلال ساعات الصباح من يوم الجمعة وخلال نهار يوم الجمعة حيث تكون الفرصة مهية لقطو زخات خفيفة من الأمطار على العاصم الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع نذهب الآن وإياكم لخراجة توزيع درجات الحرارة حيث تبقى المنطقة الشمالية من المملكة تحت تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة ناتجة عن امتداد للمرتفع الجوي السيبيري درجات الحرارة تبقى منخفضة فوق المنطقة الشمالية أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام تكون درجات الحرارة الملموسة الشديدة البرودة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر أيضا درجات الحرارة تكون باردة خلال ساعات النهار والليل في عمو مناطق المملكة لكن تكون حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام بينما يكون الطقس نوعا ما معتدل إلى لطيف على السواحل المطلة على البحر الأحمر نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسوى الطقس غالبا صافي 12 درجة ميئوية المنموس 11 رطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة لمعتدلات السرعة بالنسبة إلى ثلاث أيام القادمة يوم الخميس طقس مستقر 19 إلى 15 يوم الجمعة تعبر أجواء العاصمة الرياض ويوم من النوع المتوسط قد تعمل أرطوزة خات خفيفة من الأمطار 19 درجة ميئوية فقط الصغراء 15 يوم السبت يعود التقس ليستقرار مجددا 20 درجة ميئوية كحرر العظم أما الصغراء 15 درجة ميئوية إلى هنا ثانتين شرطنا إلى اللقاء